موسيقى الرئيس العليمي عز أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر دعيج الصبع ويهني الرئيس التونسي بذكرى العيد الجمهوري هيئة رياست الانتقالي تشدد على سرعة وضع الإطار التفاوضي الخاص بغضية شعب الجنوب قبل الدخول في أي مفاوضات السلام موسيقى محافظ حضر موت يبحث مع وفد منظمة يونيبس مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية مع وفد منظمة الفاو مستوى تدخلات في الغطاع الفئي موسيقى لجنة لقاء غبائل الحموم تشيد بجهود محافظ حضر موت في تلبية مطالبها وحكمته في التعامل مع قضية معسكربا غشوى والمؤتمر الجامع يثمن جهود المحافظ في خواء الموت فيه موسيقى مادينة الشحر تشهد زيارة كبرى وسط توافد الزوار من مختلف أنحاء حضر موته موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عادة ومن علاوينها إلى التفاصيل بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئيسي برقية عزا ومواساة لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر دعي جل إبراهيم الصباح وأعرض رئيس مجلس القيادة الرئيسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وأصدق المواساة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بهذا المصاب العليم سائلا الله لنتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئيسي برقية تهنية إلى أخي فقامة الرئيس قيس عيد رئيس جمهورية تونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلده الشقيقة وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمنية عن خالص التهاني وطيب التمنيات للرئيس قيس عيد بموفور صحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية التقدمي والازدهار وللعلاقات الثنية بين البلدين الشقيقين التطور والنما في مختلف المجالات عقدت هيئة رئيس المجلس الانتغالي الجنوبي اجتماعها الدوري برياست علي الكاثيرية القائم بعمل رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئة المساعدة لهيئة الرياسة واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى أي حط قدمها عبر الاتصال المرئي رئيس الهيئة السياسية المساعدة رئيس واحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي حول المسجدات السياسية التي شاهدها الجنوب واليمن والمنطقة وموقف المجلس الانتغالي الجنوبي منها مؤكدا أن المجلس الانتغالي الجنوبي ينطلق في موقفه دعم لجهود السلام من حرصه على امن واستغرار المنطقة وشاركته الاستراتيجية السياسية والامنية مع الاشقافي دول التحارف العربي بغيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة رحبت دولة الامارات ببيان المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرنبرغ بشان التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفية واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها الاتفاق خطوة إيجابية بطريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلع شعبه في الامن والنمي والاستقرار مؤثمنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاصة للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعز السلام والاستغرار في اليمن والمنطقة أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يوميا لخط صنع عمان صنعها ابتداء من يوم الخمسة البوافق 25 يوليو وأوضح الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشعبية أن تشغيل هذه الرحلات يأتي بحسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثية الذي أعلنه مبعوث الأمم يوم الثلاثة وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدماتها لكافة بناء الشعب اليمنية وأن تشغيل رحلات صنع عمان صنعها جاء بعض الحصول على التصاريح المطلوبة موضحا أن الشركة تقوم بمتابعة الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعها أيضا للقاهرة ممباي في الهند عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك وقع وزير المياه والبياتي المهندس توفيق الشرجبية بالعاصمة عدن مع منظمة مسلم هاندرز اتفاقية مشروع تنفيذ يعادة تأهيل بئرين ارتوازيين في حقل مياه الشبيكة لضخ المياه إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة ويهدف المشروع إلى تحسين مصادر مياه مدينة عتق بالمحافظة ويعادة تشغيل تلك الأبار المتوقفة منذ فترة طويلة وتزويدها بوحدات ضخاط ستعمل بنظام الطاقة الشمسية مع كافة التجهيزات بما فيها غرفة المضخات ناقش وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر لرياني مع وكيل محافظة أرخب السقطرة صالح سعد عدد من القضايا المتصلة بالمجال السياحي بالمحافظة وأكد لرياني على أهمية الترويج السياحي وأن يتم ذلك جنبا إلى جنبه مع عملية تطوير الفنادق والمشاة السياحية وكل ما من شانه تعزز وسائل الجذب السياحية لافتا إلى ما تمتلكه محافظة أرخب السقطرة من مقاومة النشاط السياحية التي لا تتوفر في غيرها لتكون وجهة السياح من كل أنحاء العالم قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر لرياني بزيارة التربوي والفنان عبدالله بن طرش في منزله بمدينة الشهر بمحافظة حضر موت وأعبر لرياني عن سعادته لزيارة قامة تربوية وفنية موشيد بأدوار بن طرش كتربوي بارز وفنان يقاعي ومدرب رقصات شارك في العديد من المحافل البحلية والوطنية على مستوى الوطن وخارجه مؤثمين جهود بن طرش في المناصب التي تقلدها وآخرها نائب رئيس فرغة الرقص المتابعة لمديرية الشهر سابقا ومؤكدا اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة العلام والثقافة والسياحة بالشخصيات الفنية والثقافية والإبداعية بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعواري بالعاصمة عادا مع سيد جوليان هارنيس المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن دور مكتب الأوتشا في تعبية وتنسيق الأعمال الإنساني في المحافظات الجنوب والمناطق المحررة ودعا الوزير الزعواري المسؤولة لأمامي لنقل مكتب الشؤون الإنسانية للعمل من العاصمة عدن للتعرف عن كثب لطبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تلك المناطق مؤكدا على أهمية الدورة التي تطلع به الحكومة الشرعية المعتربية دوليا للإجراف على المساعدات الإنسانية المقدمة ولفت الزعواري إلى أنه ليس من المنطقة تمر المشاريع التلموية القاصة بتلك المناطق عبر صنعاء مجددا دعوة رئيس الحكومة لنقل موظفي الأمم المتحدة إلى عدن في طيل الإجراءات التعشفية الأخيرة التي نفذتها ضدهم المليشيات الحوثية الإرهابية أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعواري على أهمية إرساء سلام شامل وعادل يتضمن جميع الغضايا الجوارية التي تمثل أساسا حقيقيا للوصول لعملية سياسية جامعة وعلى رأسها القضية الجنوبية وتطرق الوزير الزعواري لدى لقائب بكتابه بالعاصمة عدن السيدة زهران نجلية مستشار المبعوث الأممي الخاص لليمن هارزغمد برق إلى جذور المشكلة اليمنية التي قال إن تدعياتها بدأت منذ حرب صيف 94 على الجنوب ولا زالت ثاروها المدمرة حتى لحظة الراهنة هذا والفت الوزير الزعواري لأن هذا الجهود الرامية لخفض التصعيد ليست كافية لإيجاد رؤية واضحة وحقيقية للسلام العادل الذي لا يستثني أحد اختتمت بالعاصمة عدن أعمال الورشة الخاصة بمراجعة مسودة دليل الإجراءات المعيارية الموحدة ومبادئ العمل المشتركة بين الوكالات الخاصة بحماية الأطفال وإدارة الحالة ومسودة دليل مسارات الإحالة لحماية الطفل وفي ختام الورشة أكد صالح بوسيل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشعر بالفخر والاعتزاز بوجود كوكب من المختصين الجامعيين واقتصائي إدارة الحالة ومنظمة دولية ومحلية وقطاعات حكومية مشاركة لديها القدرة والكفاة في إعداد الخضط والبرامج لتقديم الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة تحديدا ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللوارق محمد الأمير اجتماعا أمنيا في العاصمة عدا انضم مدرع عموم قطاع الأمن والشرطة لمناقشة مستوى لادا في القطاع واستعرض الاجتماع على جهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطط والمهام والمسؤوليات الملقى على عاتق منتسب قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية وتأكيد على أهمية الاستفادة من عناصر النجاح في مواصلة تحقيق الانجازات خلال الفترة القادمة كما تطرق الاجتماع إلى التغارير المقدمة من مدرع عموم الإدارات بالقطاع للنصف الأول من العام الجاري بحث محافظ حضرموت مبخد بماضي بالمكلة مع وفظ منظمة يونيبس مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية في مدينة المكلة وعلى مستوى حضرموت وجرى في اللقاء مناقشة رفع الاحتياجات الضرورية والطارية المتضمنة دعم المؤسسة العامة للمئة والصرف الصحي بسحل حضرموت صندوق النظافة والتحصين وتنفيذ خطط الخروج الآمن والحد من التأثيرات المناخية التي تتعرض لها حضرموت منها تعزيز الدفاع المداني والاستجابة للكوارث وجرى استعراض الاحتياجات العاجلة لقطاعات الكهرباء والصحة والطرق بحث محافظ حضرموت الأستان مبخد بماضي بالمكلة مع وفظ منظمة الأغذية والزراعة مستوى تدخلاتهم في الغطاع البيئي في مدينة المكلة وعلى مستوى حضرموت وجرى في اللقاء مناقشة تدخلات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الغطاع البيئي وتنفيذ مشاريع مستدامة للحد من التأثيرات المناخية التي تتعرض لها محافظة حضرموت اطلع وفد من مكتب الأمم المتحدة برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع يونيبس في اليمن المهندس فياد رسول بمعاية المهندسة من بارزيق واكل محافظة حضرموت لشؤون الفنية والاستاذ عادل بعكام ومدير عام الشحر على المشاريع المنفذة والجاري العمل فيها في مديرية الشحر في قطاع الطرقات والصحة والمياه والأشغال والبنية التحتية واطلع الوفد على المشاريع المنفذة والجاري العمل فيها في مؤسسة المياه وغيرها من المشاريع هذا وأكد المهندس أحمد الميسارية ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بحضرموت على أن هذه المنحة المقدمة من البنك الدولية سيتم فيها تنفيذ عدد من المشاريع ضمن برنامج المشروع المتكامل لاستحادة الخدمات في المدن الحضرية الطارية أشاد الشيخ سال مبارك الغرابي رئيس اللجنة الأهلية المنبثقة عن لقاية ثمون لقبيل الحموم بجهود محافظة حضرموت مبخط بماضي في تلبية مطالبها ومنها إلغاء وارفع معسكر في منطقة راس بغشوة بالديسة الشرقية وأصدر الغرابي بيانا في عقاب التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بخصوص مطالب لجنة قبائل الحموم التي يتزعمها الغرابية مؤكدا أن المحافظة بماضي لعب دورا حسما في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت من خلال تفاعله السريع مع مطالب اللجنة وأهل مدرية الديسة الشرقية في تحسين الخدمات وعدم التقطيق على الصيادين والتوجيه برفع المعسكر من منطقة راس بغشوة ثمن مؤتمر حضرموت الجامعة الجهود التي بذلها محافظة حضرموت مبخط بماضي في معالجة واحتواء لزمة التي طارت في مدرية الديسة الشرقية وتبنيه المطالب التي رفعت من قبل أبنائها وقال ألمين العام لمؤتمر حضرموت الجامعة القاضي أكرم العامرية في حسابه عبر منصة إكس نثمن ونقدر تقديراً عالياً الجهود التي بذلها محافظة حضرموت لاحتواء الموقف ومنع التصعيد معبراً عن ماله في أن يكون ذلك بداية الانطلاق نحو تلبية مطالب ابن حضرموت على كافة الأصعيد شهدت مدينة الشحر الزيارة السنوية الكبرى زيارة سالم بن عمر العطاس وسط توافد الزوار ومشاركة العديد من فرق الألعاب الشعبية من مختلف أنحاء حضرموت تفاصيل أكثر في سياق التغرير التالي من عاصمة الدولة البريكية وعاصمته الشحر إلى عهد السلطنة القعيطية وإلى وقتنا الحالي حافظ بناء مدينة الشحر في إقامة زيارة سالم بن عمر العطاس التي أسسها حاكم الشحر أنداك الأمير علي بن ناجي بن بريك كالعادة ألعاب الشعبية شهدتها الزيارة وبالتحديد لعبة العدة التي شارك فيها فرق من جميع أحياء الشحر ومشاركات من فرق مناطق حضرموت ساحلا وواديا وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور في هذا اليوم المبارك حضرنا هذه الزيارة زيارة الإمام سالم بن عمر العطاس هذا الإمام الذي كان له دور اجتماعي كبير وصلح بين القبائل وبين آل اليافع وبين آل بريك في كثير من المحطات التي كانت لهم أدوار صلاحية في المجتمع فقيمة هذه الزيارة تستذكر هؤلاء الرجال وجهودهم اجتماعية في المجتمع قناة عاد واكبت هذا الحدث التاريخي السنوي الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار والذي يتزامن مع برودة الأجواء لموسم نجم البلدة ليضيف لهذا الحدث رونقا تتصدر به مدينة الشحر التاريخية نحن الآن في فعاليات ديارة سالم بن عمر الديارة السنوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحياة الشعبية سواء كان في الساحل أو في الوادي وكثير من المواطنين بالحضور غير عادي كل سنة بهذا الشكل وبرضه حتى من الخارج من خارج الوطن اليوم نقسم زيارة سالم بن عمر الأطاس وتليها الزيارات الأخرى الشيخ فضل وعسكول وغيرها وهي تظاهرة حضارية كل سنة تعتمد هذه الزيارة رغم غيابة حياناً والسلطة أكدأ عنها في مجال الدعم ونحن ننتظر الدعم كثير ويكون الأخ المحافظ يعني بدل البلد هذا أكبر من البلد زيارة كبيرة وتجمع حضاري واجتماعي وتحضر كافة الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية والأكاديمية انتعاش اقتصادي يتخلل هذه الزيارة خصوصاً للباعة المتجولين الذين يستقلون هذا الحدث للارتزاق ولقم تعيشهم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أنهم يجعلوا من هذا اليوم فرصة للتحسين دخلهم اليومية لتكون بذلك مدينة الشحر وجهة سياحية لزوارها ومتنفساً لأبنائها تواصل قوات خفر السواحل بحضر موت خطتها الأمنية لتأمين الشريط الساحلي للمحافظة خلال موسم نجم البلد السياحي وتنفيذ عمليات الإنقاذ لمرتاد الشواطئ حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضر موت في اليوم العاشر من موسم البلدة من إنقاذ رجل مسن من العمر ستين عاماً في مديرية غلب نومين إثر تعروضه لحادث غرغ أمام ساحل الستين بالمكلة وأوضحت حالاته الصحية مستقرة وأجددت قيادة خفر السواحل بحضر موت دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذرة أثناء الاقتصال والاكزام باللوايح الإرشادية التحذيرية نشرت قوات خفر السواحل بحضر موت مشاهد مصورة تقوم بعمليات إنقاذ حالة غرق في ساحل كورنيشة الشحرة في اليوم الحادي عشر من موسم نجم البلدة السياحية وأظهر الفيديو لقوات خفر السواحل لحظة الإنقاذ وإسعاف الغرية لتماثل بالشفاء فيما فادت مصادر محلية عن إنقاذ ستة أشخاص من الغرق من ابناء وادي حضر موت ثانا اقتصالا في بحر الشحر مؤكدة أنه تم إسعافهم إلى مصوصة في التيسير وحالتهم الصحية مستقرة وأجددت قيادة خفر السواحل بحضر موت دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذرة أثناء الاقتصال والالتزام باللوايح لإرشادية التحذيرية وعدم الاقتصال في الأماكن الخطيرة اطلع رئيس انتقال حضر موت العميد سعيد المحمد على مناشط وأعمال اتحاد الملتقيات التطوعية بمحافظة حضر موت واستمع العميد المحمدي من المين العام لاتحاد الملتقيات الأستاذ موراد بريكان ومشول العلاقات علي بن سعد إلى أعمال وبرامج الاتحاد في مختلف المجالات والذي كان آخرها بناء القدرات الشبابية بمدينة سيون برعاية المجلس الانتقالي الجنوبية وتعرف رئيس انفيذية انتقال حضر موت إلى أبرز البرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة تتواصل تدريبات الفريق الكراوي الأول لنادي سمعون الشحر قبيل مواجهته ضيفه فريق نادي سيون في مرحلة اليام من الدهور لبطولة كاس حضر موت الثامنة عصر الجبعة بملعب الفقيد باراد بالمكلة حيث زارت قيادة الاتحاد الإعلام الرياضي بسحل حضر موت التدريبات في ملعب برادمة مطلعة على مستوى الجاهزية الفنية للفريق الذي يقوده المدرب الكابتن خالد بن بشير خلال الحصة التدريبية بحضور عضو لجنة الحكام باتحاد العام والفرع الدولي المحاضر حسين شقران الذي خصص نزوله لتوعية لاعب الانديا حول التعاطي تجنب الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين خلال المباراة وكيفية التعاطي مع القرارات التحكيمية أثناء المباراة أكد محافظ شبوى عوض بن الوزير على ضرورة تكامل الخطاب الديني والإعلام في هذه المرحلة ليعادت سياقة الوعي الوطني من جديد وأشدد ابن الوزير خلال لقائه المديري مكتب الأوقاف لرشاد محسن المجرحية وإذاعت شبوى محسن القرنعة على ضرورة نهض منابر الأمو بدورها في مواجهة خطورتها وتدعياتها على حياة الفرد والأسرة والمجتمع هذا وانغش المحافظ من المجرحية والقرنعة أوضاع مكتب الأوقاف والإذاع المحلية والسبل الكفيلة بتعزيز رسالتهما التربوية والتوعوية للمجتمع وكيفية تحياء القيم الروحية الدين والوطن في هوصات المجتمع اختتمت بجامعة لحج دورة ريادة الأعمال لشباب وشابات المحافظة التي يقيمها المعهد العربية الكويتي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولية بتمويل من الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ومؤسسة تمديه شباب وفي حفل الختام ألقى محافظ محافظة لاعج لواء أحمد تركي كلمة أشارة من خلالها إلى همية ما تمتلكه الدورة من معارف ومعلومات تهدف إلى رفع قدرات الشباب والشباب العلمية مؤكدا أن السلطة البحلية بالمحافظة لن تتوانى عن دعم جهود وإبداعات الشباب في مختلف الجوانب شاكرا للمعهد العربي الكويتي على دعمه لهذه الدورة والذي ياتي امتداد للدعم السخي الذي قدمته الكويت لليمن أثناء المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة العامة لصندوق الطرق بالعاصمة عدن في زيارة التفقدية إلى مشروع صيانة خط شقرة الدائري في محافظة أبيان على كافة الجهود المبهولة والمستمرة لإصلاح الطريق ويعادته له وقد تفقد الماس مقاطع الطريق التي جرى صيانتها وسفلتتها إضافة إلى مجريات العمال الإنشائية المتنوقع المستمرة في المشروع منويها إلى مدى أهمية المشروع الاستراتيجي في دعم حركة الأنشطة التجارية لذوفير سهولة وصول البطايا استشهد مواطن إثر انفجار لغم أرضي زرعتهم ليسي الحثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني في مدرية عبس شمال محافظة حجة وقالت مصادر محلية إن المواطن عبدالله أحمد كديم استشهد جراء انفجار لغم أثناء جمعة لأعواد الشجر في قرية مخشوشة التابعة لعزلة بنية حسن شمال مدرية عبسة وأضافت المصادر أن منطقة المخشوشة التي انفجر فيها اللغم تعتبر أرض مفتوحة وتبعد عن خطوط جبهات القتال قرابة ثمانية كيلومتر أحبطت قوات الجيش هجوما شنتهم ليشي الحثي الارهابية على مواقع في مدرية البقع بمحافظة صعدة وذكر مصدر ميداني أن مجاميع من عناصر المليشيات الارهابية حاولت التقدم باتجاه عدد من التباب الواقع بالقرم من الخط الدولي الرابط بين البقع ومنطقة اليتمع وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيات الحثية واجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزيلا 39175 شهيد و9403 جرحا معظمهم من النساء والأطفال وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ثلاثين فلسطينيين وإصابة 146 بجرح مختلفة بعضها خطيرة بالإضافة إلى ارتكال ثلاث مجازر ضد العائلات خلال الساعات الماضية مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المثمرة في كافة مناطق القطاع مشاهدين الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من ننبا الرئيس العليمي عزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر دعيج الصبع ويهني الرئيس التونسي بذكرى العيد الجمهوري هيئة رياست الانتقالي تشدد على سرعة وضع الإطار التفاوضي الخاص بغضية شعب الجنوب قبل الدخول في أي مفاوضات السلام محافظ حضر موت يبحث مع وفد منظمة يونيبس مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية مع وفد منظمة الفاو مستوى تدخلاتهم في الغطاع الفئي لجنة لقاء غبائل الحموم تشيد بجهود محافظ حضر موت في تلبية مطالبها وحكمته في التعامل مع قضية معسكربة غشوة والمتمر الجامع يثمن جهود المحافظ في خواء الموت مدينة الشحر تشهد زيارة كبرى وسط توافد الزوار من مختلف أنحاء حضر موت المشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر